بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الاهلي العظيم اهلا بحضراتكم وختام عام مميز عام عشرين تلاتة وعشرين والاحتفال بست تتويجات ست بطولات مش هتكلم على بطولة ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة دول ستة البداية ببطولة الكاس وبطولة السوبر ثم بطولة السوبر ثم دوري ابطال افريقيا ثم ايضا بطولة السوبر للاندية الابطال والاميرة السمراء دوري ابطال افريقيا ثم البرونزية في كاس العالم للاندية في المملكة العربية السعودية النادي الاهلي صاحب التاريخ الكبير والرصيد الكبير من الانجازات والبطولات يسطر تاريخ جديد في عام كان عام مليء بالانجازات والبطولات عام احمر على كل المستويات عام عشرين تلاتة وعشرين واحنا خلاص في الساعات الاخيرة وفي الـ 24 ساعة الأخيرة من نهاية هذا العام قدر الأهلي يرسم البسمة على شفاه كل أهلاوي داخل مصر وعلى كل مصري خارج مصر لما كان الأهلي بيمثل مصر في دوري أبطال إفريقيا أو حتى في كأس العالم للأندي مبروك للنادي الأهلي في كل مكان مبروك لجماهير النادي الأهلي في كل مكان النهاردة احناش بنحتفل بكأس السوبر باس احنا بنحتفل بست تتويجات للنادي الأهلي البداية لما الأهلي كسب الكاس على حساب بيراميدز ولما كسب السوبر على حساب بيراميدز ولما كسب السوبر في الإمارات أيضا على حساب فيوتشر وبيراميدز وسيراميكا لكن مش بنتكلم بس على 2 كاس وبطولة 2 سوبر وبطولة كاس في 2023 احنا كمان بنتكلم على دوري أبطال إفريقيا البطولة الكبيرة للأهلي حققها ورجع بيها من مركب محمد الخامس في كازابلانكا بنتكلم على الدور العام اللي قدر الأهلي بعد سنتين من المعاناة التحكمية قدر يسطر تاريخ جديد بالفوز بالدور العام وكانت البنبوناية في هذا العام البرونزية برونزية كاس العالم الأندية في المملكة العربية السعودية مبروك لكل الأهلوية مبروك لكل الناس اللي بتحب وبتشجع نادي كبير بيمثل مصر النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر